السلام عليكم تحية لكل مشاهدي الكرام داخل وخاش الوطن هل المباشر ان يتكلموا على ما يقع في غزة الجريحة من جائم ومن ابادة ومن حصار ومن تجويع هذا الموضوع يجب أن نقش فيه مجموعة من النقطة ونقش فيه مال عمل ونقش فيه الفعل النضالي والمبادرات لنصرة أهلنا بغزة وفق الحصار عليهم كل يوم غزة محتاجة لوقوف ونكسر الجدار الصمت والتعتيم على قضية غزة بمطلع الأحرار بمطلع الأحرار بمطلع الأحرار تحية لكل أحرار والشرفاء بمطلع الأحرار نتكلم اليوم عن ما يقع في غزة الجريحة من ضمار وقصف وحصار لمدة 6 أشهر من الألم والجروح والجروح والله العظيم العالم كامل يشارك في الجرائم هذه حرب وإبادة على شعب العزة اليوم يقع في غزة كل واحد يشارك في جريمة أمام الصيونين اليوم الأنظمة المطبعة يشارك في جرائم الإبادة جرائم الحصار والجوع وآخر ما كان في غزة هو اقتصاب النساء عيب وعار نشاهد الآلام والجروح ومن تقوم بغزة ولكن نشاهد الشعوب كلها تخلص على القديم لأن الشعوب يجب أن يتفض الشعوب يجب أن تسكت على هذه الحصار والجرائم لماذا أمريكان ولماذا أمريكان ولماذا فرنسا ولماذا ألمانيا ولماذا ألمانيا أنظمة لا تمثل الشعوب ولماذا ألمانيا هي الدركة مصالح الغرب ومصالح أمريكا ومصالح الكيان الصهيوني انظروا وصفتنا قمة الدنيا في غزة يبكي القلب يدمع نشاهد أطفال نشاهد أطفال نشاهد المجازد الجروح لا يوجد الإحساس لكن لن نحكم بشكل قوي أحرار سعرار في مختلف توجهات للحركات الطلابية و للعمال و لكل أحرار من مختلف توجهتين لتحركوا بشكل عامل نضال و لنزلنا للشوارع و تدامنا بحملة المقاطعة و جميع أشكال نضالية من أجل كسر الصمت من أجل كسر هذا الشيء يوقف في غزة حيث يقطعون أيضاً في الأمل تأتي الى المقاطعة لعبنية حملة المقاطعة أن أجد الأجل لها تم متابعة 13 منادي من الجبهة المغربية لدعم فلسطين و في هذا التطبيع لا تعرف انه سنق الأمل من الجبهة المغربية لدعم فلسطين لماذا؟ لأن حملة المقاطعة هي سلاح في يد الشعوب هي سلاح لكان يقتلوا أهلنا في غزة و فلسطين بالسلاح سمرة في المقاطعة و تكون فيديوهات و أشكال عديدة لماذا نشاهد مجازة مفتكبة لماذا نشاهد أشكال نضالية مستمرة أشكال يومية على طول هذه الخريطة أشكال نضالية مستمرة لماذا نشاهد الجرائم البشعة التي ترتكب أولا لم يكن هناك الشهامة أو العسل الإنسانية لم يكن هناك الضامر و قتلوا فينا كل شيء الإحساس لم يكن هناك كيف نحن نعيب كيف نحن نحن نفسه؟ كيف نحن نفسه؟ كيف نحن نفسه؟ القضية الفلسطينية تهمنا و تهمنا قضية أحرار العالم حسنا تحية الرئيس البريزيلي حكومة و شعبا التي جرّوا على الكيان المحتل على السفير المحتل تحية الجنوب إفريقيا تحية الشعب اليمني تحية كل أحرار العالم لخازين الغزاق أصبحت قضية إنسانية أصبحت قضية لكل الأحرار بمختلف توجهاتهم وإنتماعاتهم إلى أخرى اليوم نحن في المغرب نداء ديالي لحركة الطلابية بمختلف توجهاتهم وفصائلها خاسمي يدعب في أشكال نضالية لنصرة القضية الفلسطينية كذلك الجماهي الانترس خاسمي يدعب بالأغاني بالشعارات بالإبداعات بالتفوات بالمساجات لنصرة القضية الفلسطينية اليوم 7 أكتوبر لتحيي هذه الأمة 7 أكتوبر لتتفيقي الضمار الإنساني والضمار العربي 7 أكتوبر لتحرق من القيود 7 أكتوبر لتقمات السباة العميق 7 أكتوبر لتتفيقي الضمار من النوم فلسطين تظهي بالدماء والسهداء من أجل المصرة وكل مظلومين سوف نهدوا على رأسنا هذه الأنظمة لم تتمكن الناس بدون الاستثناء بدون الاستثناء هذه الأنظمة هي الولاء هو أمريكان وفرنسا وكيان الصحيوني اليوم على ما يقع في فلسطين قبل الجنون الكيان الصحيوني أصيب الجنون يقصفوا في المستشفيات قتل أطفال والأمم المتحدة تحاول هذه المدة الصلاحية ومسجد الأمن تحاول هذه المدة الصلاحية ولكن الآن الحل عن الشعوب خاصة الشعوب العربية خاصة المغاربة عندما وقفنا وقفة رجل واحد من أصل النصرة القرية الفلسطينية في عدة أشكال إبداعية أشكال نيضالية في عدة أشكال في عدة أشكال نصرة القرية بالعكس فلسطين هي حياة الأمة بالعكس هذه النصرة القادية لأن نصرة القادية ونصرة القادية وقفات وإحمة المقاطعة ومكاس حامة المقاطعة فلن يستخدم العادو وفلسطين ونستخدم التطبيع ونستخدم التطبيع ونستخدم التطبيع ونستخدم التطبيع أولا لا يمثل الشعب التطبيع هو خيانة أن من طبع مع الكيان الصهيوني فهو يشارك اليوم في الإبادة في المجازر التي تشكبه في غزة أن من طبع مع الكيان الصهيوني فهو مجرم لا ما نزيده من النقص التطبيع العسكري والسياسي والاقتصادي والتقاط فهو جريمة بحق القادية الفلسطينية وكذلك بحق الوطن أن الشعب لا أفوت شيء واحد أنا بدأ من نفسي أنا لا أفوت شيء واحد مثل اسمي شيء ويطبع اليوم العدل والتنمية يخرجونه بين كيران لا تحكوش علينا شاركتوا في جريمة تاريخية لا تحكووا علينا وتخرجوا وتركبوا على الأموات شاركتوا على فلسطين حيث مفضلتوا الكراسة والمكاسب والوزارية والبرنامية وإلى آخر على قدية الفلسطين بعتوا فلسطين بالكراسي بعتوا الفلسطين بالبرنامية بعتوا فلسطين وتحيير كل أحرار اللي شادين واللي كدام لأقدي الفلسطين في الظروف الصعبة نقول خاص نبدعوا في أشكال نيضالية بكل أنواعها وعلى طول الخارطة ومكرس دعوة إلى دعوة دعوة إلى إضراب عام إن خطي جميع العمال وكل مستخدمين وكل القطاعات الصحية والتعليمية هذا الإضراب عام تنديدا على ما يقعوا في غزة من احتساب والتجويع ومجازل التي تتركب نحن ندعو في أشكال ميضالية وفي أشكال احتجاجية أن غزة ليس بحدها نحن نعاها كاملين أن غزة تمثلون هذه الفلسطينية تمثلوا كل الأحرام وكل الشرفاء للعالم بمختلف تواجهتين نحن نكون واحد دعوة وفي أشكال هذا الإضراب عام نعمل في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات ندعو له من أجل تنديدا على المجازر وعلى الإبادة وعلى التجويع على التجويع وقتل الأطفال واختصاب النساء ماهو معار كيف تختصبون ماهو معار وما قادرين أنتحركوا وما لا يمكن أنتحركوا لا يمكن أنتحركوا وما لا يمكن أنتحركوا وما لا يمكن أنتحركوا اليوم بعيد الفطر وندعوه إلغاء حتفال بعيد الفطر عيب عار من أنتحركوا بعيد الفطر مثلا والناس تقتل والناس تموت نتمنم الأحرار والشرفاء نحارب التفارك نتفهم في تيك توك في فيسبوك وفي اليوتيوب لا تنسوا القادرة تغزى لو غير وجزء واحد غير فيديو ندعو في المقاطعة لو غير فيديو تضرع على فلسطيني لو غير فيديو ترحي مبادرة نضالية بالطنطانة أبسط شيء أبسط نحن نجل الحركة تحرك نحركوا 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 اليوم فلسطين تحتاج لكي نكسر على جدار الصمت أن ما يقع اليوم في فلسطين هي جريمة هي إبادة من طرف الكيال المحتل والقوى السر أن القوى السر النفاق للديمقراطية وحق الإنسان سألق سألق غزة عرات كل شيء فتحت كل شيء فتحت أنظيمة فتحت نخبة فتحت منظمات دولية فتحت الجامعة العربية أنما السواق غزة فتحت كل شيء وبينة الحقيقة وبينة الحقيقة دي الغرب المنافق الغرب بالغطرسة دياله غزة فتحت كل شيء وتحية المقاومة وتحية الصمود وهذا الشيء الذي نقوله اليوم ندعي لحركة الطلابية بجميع فصائلها يبدعون ويفتحون أشكال نضالية من داخل الجامعة بغين نضالات من داخل الجامعة كل الجامعة يدعون أشكال النضالية والإبداعية وكذلك الندعي لجميع الإنترس بجميع الإنترس يبدعون في أغاني ومساجات وفتفوات ووصلوا الرسالة كذلك النساء كذلك العمال كذلك كل أحرار المعطالين كل أحرار يجب أن هذا ما يقع اليوم في غزة ينفيقوا من السبات ستشهر ويجب أن تراجع لا إعلاميا ولا نضاليا يجب أن أشكال يومية يجب أن تخرج ويجب أن تندب على هذه المجازر ويجب أن تدعو أول شيء أن التطبيع سقطر التطبيع أن السعب يخرج قال كلمة في عدة مسيرات مليونية في عدة محطات نضالية السعب المغربي قال كلمة أن التطبيع لا يمثلون أن التطبيع هو جريمة هو جريمة هو إبادة حق ما يرتكب في غزة من طبع مع الكيان الصهيوني فاليوم يشارك في الإبادة ويشارك في المجازر التي تشكبون في غزة اليوم الشعب المغربي صغي سأليني مع التطبيع اليوم خاصنا نكسر جدار المقاطعة حملت المقاطعة هنا هي شكل نضالي أشكام نضالية قوية ما في أيام المقاطعة المحروقات وسيد المعلي وسونترال ويجب أن أكل اليوم المقاطعة ناجحة تقريبا 90% ما في مكدونالد كيف يشكوا باي باي كيف سي كيف كافور كيف يشكوا كل مقاطعة في درجة لم يكن العسيقاء المناظرين وتم المتابعة المناظرين ومحكمة المناظرين المناظرين وكل تضامن مع المضماض ومضماض والجنعية المغربية حق الإنسان والجبهة الوطنية والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناظرين تطبيع لتعمل المتابعة لهم بسبب الوقفة احتجاجية وكذلك موقع تيطوان المتابعة للمتابعة طلابين حول قدس وتم الحصار وتم المنع ومخلوش الجامعة مقرأة فرعيا هذه أشكال النضالية الراقية تبرزق تبرزق لا المخزن ولا العدو وتوصل للرسالة هذه الأشكال النضالية لم يكن وصلوا بها الرسالة والتضامن والمخططات الصهيونية والمخططات الغربية وأن الصوت لا يكون فوق الصوت والنضالية لدينا أشكال إبداعية أشكال نضالية بجميع الوسائل بجميع الطاقة متعة حملت مقاطعة فيديوهات اشكال وفيسبوك كل عائلة ترى أطفال صغار نساء كل واحد فيديو عوض قهوة تفراج وكما أجل صوت قلت لا يمكنك تقلق تحت أخواتك تحت ومخططات ومخططة تحت تحت اختصاب واختصاب أخواتنا ومخططة المجرم ومخططة ومخططة جريمة ومخططة ومخططة يجب أن يكون هناك إسامات و تنظر على هذه الجرائم لا يمكن أن نتعلم أن نتعلم عن هذه الأنظمة أو المسابي الدين لا يمثلونها و يمكنهم غير مصالحهم لأنهم باعوا بوطن و باعوا الأوطان و خانوا قادية الفلسطيني في التطبيع ولكن الحلب والسواج يجب أن تقول كلمتها و التضامنها بشكل قوي جميع الطرق للطلابة و للجماعة الأنترس و للفلاحين و للعمال و لكل واحد من داره ينظروا بطريقة بوطن و سلو نصر القادية الفلسطينية فلسطيني اليوم هي أول شيء لأننا نرى هذه الإبادة و هذه المجازة القادية الفلسطينية هي واحدة جميع الأحرار للعالم جنوب إفريقيا لا يربط معها لا دين لا لغة لا رقعة جغرافية ولكن تربط معها الإنسانية تحرية جنوب إفريقيا على الصمود ديلا على الموقف ديلا التاريخي لغاية الدرس البريزيل كذلك لا دين لا تربط مع التحاجة لا رقعة جغرافية كل من يؤمن بالتحرر و كل من يؤمن بالاستقلال قادية غزة فيها قادية كل الأحرار للعالم ما علينا اليوم إلا لأشكال نيضالية أشكال إبداعية لأنه لأن هذا الكيان المحتل هو سرطان هو سبب المشاكل للعالم أقسم منبيل الله العائل العظيم تواجد هذا الكيان المحتل هو تواجد المشاكل للعالم للمشاكل السياسية ولا الاقتصادية ولا كل شيء هو سرطان في شرق الأوسط ولكن على الشعوب تحية الأحرار العالم الذين فهموا على الجرائم وعلى الباباقوند الإعلامية وعلى الفيسبوك توقي حجب وعلى اليوتيوب ولكن لا صوت يعلق فوق صوت الشعوب وصوت الأحرار ما هي أمريكا اللاتينية في قلزات وطرطر الصفراء نحن لا نستطيع أن نحصل باب الممتلكي المحتل ما هي الأنظمة لا نقول لكم استحمارات وزيد الدول الذين يدعم الكيان الصيون بالسلاح وفاترون لكي يجب القتل المقاومة هم اليوم يريد أن يصفوا حاجز المقاومة تواجد والاستمرار المقاومة هو تواجد التحرر هو تواجد الاستقلال هم يريد أن يقوموا على حاجز المقاومة بكل ماء ما يمكن لأن استمرار المقاومة وهو استمرار القادية الفلسطينية لأن مشروع القادية الفلسطينية مرتبطة بالمقاومة ومرتبطة بكل أحرار تحية لكم وتحية لكل أحرار لا يمكن أن نطرحوا مبادرات إبداعية ندعيوا إضراب عام نخاطف جميع لا الأساسي لديل التعليم ولا القطع الصحي ولا كل المستخدمين ولا العمال لا يمكن أن يكون يوم إضراب عام لا حركة وصل الصوت وندعوا على المجازر وعلى الإبادة وعلى اختصاب النساء ونتمنى أن النساء تبدأ لا يمكن أن يكون المسيرة لا يمكن أن يكون المسيرة نسائية تنديدا بالاختصاب تكون وقفات نسائية على بعض الخريطة وأن صوت المرأة المغربية يجب أن يصل لأن الاختصاب اختصاب مواتنا واختصاب أهلنا ونحن أمام سكس الإعلام قريبا نقول لكم أخوة دائما يخبقوا مواضيع هامشية ما هي المواضيع؟ كدوخونا بالمدونة فالسطين هي أولى نقاشت بالمدونة مدونة والمدواخة هذروا على التطبيع وعلى خين التطبيع دوخونا بالمدونة والمدونة الزواج وخرجوا فقهاء السلطان كل واحد لا يوجد من المنبر وإذا تلفوا فينا حضروا لنا على مدونة الشغل لكن قادية فلسطينية هي الحاضرة لتكون قوة المزازر والإبادة والاختصاب للنساء لا تضوخونا دائما تكون تغطي على الفضائح وعلى الخيانة في سبيل القادية نقول قادية فلسطينية تكون حاضرة في الصباح في العشية في الليل قادية فلسطينية تشاركة من أنظمة أنظمة مستبدون أسود على شعوبكم وكلاب وكلاب ضالة على أسيادكم بينتوا الحقيقة لكم بينتوا الحقيقة لكم ولا لديكم الرجولة ولا لديكم شهمة رغم ذلك كانت صدام وكلاب 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 ولكن كانت فيه ملقرام جوية لحسل الرجولة لن تقعش في الرجولة ولا لديك شهمة عيب وعار بغينا أشكال إبداعية أشكال نيضالية أشكال سمرة المقاطعة أشكال فيديوات مبادرات طلبة نتمنى يكونوا طلبة معنا في هذا الليف جميع الفصائل الطلبية بمختلف توجهاتهم هذه الفلسطينية حاضرة عندكم في البرامج وأنشطة تكون حاضرة في الجامعات كذلك جماعة ألترس والراجل والجيش وكل الفصائل يدعو أغاني يدعو اكتفوات ومساجات يدعو بجميع الطرق كذلك العمال كذلك يدعو أشكال متنوعة يدعو كذلك وكل الأحرام فيديو يدعو في المقاطعة ندد وكذلك أخي أمك أخو ولدك قليلا لأن اليوم نرى الفيسبوك و تيك توك كان أحب كان تفهب كثيرا ومواطع يدعو كل يدعو ويدوروا التفصيل لكي يقعوا في فلسطين من جرائم واغتصاد وإبادة ومجاعة ودعم المدوخ 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 لماذا تنقص لماذا تنقص من التطبيع وماذا تنقص الخيانة وماذا تنقص تطبيع وماذا تجد ويجب أن يكون تعظمهم بشكل قوية تعظمهم ليس شيء قوي لأن الشعب هو الكلام السعب ويصنع يدعو مواضيع المدوخ الأحرام ويأخذ أو أستطيع النباح في فوقها وقع منابلها وعلى الجلائم والتطباع وعلى صفاقات المسواهة وعلى وقت وعلى شهر وعلى شهر وعلى أنظمة في قتل والإبادة ونحن ما في العرب وعرف إعلان من يهش وكما تدور نفسه وكما تشاهدون قناوات الصرف الصحي عباد الله تموت ومخدمين برامج حامضة وبرامج الغنو بنابل ومخدمين برامج برامج الصحيح حسوبة الناس تموت في غزة و الناس تدمر ومخدمين برامج الشيوات و برامج الحموضية لماذا؟ لماذا يا أخوتي؟ لا تهم لك لأننا نشاهدون الأحرار للعالم لا تجمع فلسطين معه ممتسي شيئا لا تهم لدين و لا لغة وماذا لهم المواقف وماذا لهم المواقف وتحية عالية من هناك الحوتيين تحية للشعب اليمني تحية عالية للشعب اليمني ثم تحية لي عالية تحية الشهامة وعزاق وفخر تحية لي على المواقف تلخ يسزل تلخ يشزل الخضلان ويشزل الصرفاء مداد من الدهب سوف يقرأ عليهم الأجيال على الصمود لفلسطين إذا كانوا يباعون فلسطين سوف يباعوها الوزير الخارجي الأمريكي ويعطيهم عدة مكتسبات لا يباعوا القادية الفلسطينية لأنه لماذا؟ سوف تباين مواقف الرجال فوق المحنة تتعرف قيمة الرجال فوق الشدة تتعرف مواقف الرجال تحييل الجنوب الأفريقية تحييل الشعب البريزيلي تحييل كل حركات تحررية ضد الإمبيريالية تحييل كل أحرار لذلك كنت مننا أحرار والشرفاء يدعو مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وفيديوات على غزة لا تخافوا عن الفيسبوكات لا تخافوا عن الفيسبوكات ولا تخافوا عن غزة فلسطين تكون حاضرة بأشكال النضالية كنت مننا أحرار الرسالة الأخيرة ندعو مقترح عمل ندعو دعوة ندعو إضراب وطني تضامنا تنديدا على المجازر على الإبادة على الإختصار التي تعرض لأهل غزة حتى نوصل الصوت فلسطين فلسطين ماشي ماشي بوحدة نحن معها كاملين وكنت مننا يكون أشكال إبداعية متنوعة وكنت أطلع أطلع وسائل أشكال إبداعية تقدر تناظر منظارك وكما تناظر فيديو ودعو أصدقائك وكما تناظر وكما تناظر حملة المقاطعة ركزوا على حملة مقاطعة السمر حملة مقاطعة مهمة جوهرية كما يقتلون في أطفال لأن هذه الشركات تدعم الكيان المحتل في قتل أطفال سنقاطعون هذه المنتوجات التي تدعم وتحييكم والمقاطعة وركعتكم كل متصهيم وتحية لكم عاليا نتمنى أن تبادروا أشكال إبداعية وركني نهار السبت يوم الأرض يوم الأرض يوم ذكرى يوم 30 مارس ستكون أشكال في جميع المدن ستكون وقفات بشكل قوي مسيرات أشكال إبداعية أشكال احتجازية تنديدا على ما يقع في غزة وحملة المقاطعة أخصت السمر فيديوهات ما هو إعلامي باش ضامل مع أخوتنا في فلسطين وقضية الفلسطين هي قضية ديانا هاتش اللي واقع في غزة هو شنوه وهذه الكيام المحتل وقع بجنون ووقع بصدمات هلاش باش يقضي على المقاومة ولكن المقاومة وتأتي الأنظمة العربية تهيئا بساهمة باش قضاء المقاومة إن المقاومة السمر المقاومة هو التواجد تحرر كل الشعوب من القيود من السجداد من الظلم من الحقرة ليس لذلك ما الذي وقع في فلسطين هل أحدنا تحرر تحرر في 7 أكتوبر لقد قلت من الحقيق نحن من المقاومة من الصبات من النوم ومن تخاذ من التشتر لذلك ونرزع ونضمع لذلك ما سنجمعنا؟ فلنجمعنا الإنسانية ونختلفوا بجميع الإيديولوجيه ونجمعنا الإنسانية ونجمعنا الوطن ونجمعنا القادية هذه الحويجة هماء وال Tortilla للصلاب ديب المستعد الدقيقة ايديولوجية و تظهر الله هذا لم يعيش احدها هذا المضول السعو ..و اول ع rivals هناه اختار مسامس المعتقالةid السياسية المعتقال الدقيقة التماثاب بم trazارى حاضرية والقديقة فلسطين لأنها كانت مت CONS there كانوا� discussedle if the constitution was forced to approach their darkest و المعتقال السياسيين قادية المعتقلين السياسيين والقادية الفلسطينية تتوحدنا كما وحدتنا الفلسطين اليوم في جبهة المغربية لدعم الفلسطين ومناطة التطبيع لماذا لا نزيدوا نتوحدوا لإعتقالات تعسفية ومقام حرية التعبير نظر على حرية التعبير اليوم كانت استدعاءات واعتقالات تعسفية مستمرة لماذا وحدتنا في قادية المعتقلين السياسيين لماذا كانت تشحى تخرجت وحدنا كنت مننا ومن كل الأحراب بمختلف توزوهاتهم وانتمائاتهم أنت واحدة في جبهة وطنية سياسية ضد تحتقالات تعسفية لأن هذا القمع والتعسفية اليوم غدا وغدا وغدا يمشنك كل تضامن مع 13 مناطر التي تم المتابعة والمحاكمة موقع سلاق ضد المناهضة التطبيع كذلك كل تضامن مع المعتقلين يوسف الحراج والمعتقلين السياسيين لمتابعين لهذا نقول لكم يجب أن نتوحدوا ضد الاعتقالات التعسفية ضد الاعتقالات التعسفية لأن القضية التعسفية سيزيد وحدنا وهو القضية الفلسطينية يجب أن نتوحده ضد المفسدين في مفتروات وخيرات في البلاد ما يهمهم لا تطبيع ولا تسعى حاجاتهم غير المصالح ديالهم والصفقات العمومية وإلى آخرين لذلك أدعو جميع النشاطين والحقوقيين والسياسيين وكل الحركات الطلبية وكل الشرفاء بمختلف توجهاتهم يديروا قاموا بسعان okay نشاهد لكم ولا تنسوش القضية الفلسطينية ولا لقال الاتقال السياسيين كنتمنى بأن كل أحرار ونبداعالتهم ونطلبوا صراعات الإديولوجية هامشية إن الفلسطينية تتفرق و warned it may be aware, and nationality تتضمنى إبداعان openedipidicals السراعة الإديولوجية تتخمر لهم